الأقربون مما قل منه أو كثرا نصيبا مفروضا ربنا طوال تاحا في الميراث كلام ده في الإسلام شاما يجوك العلمانيين الإسلام يتطهض المرأة ونحن جائلنا ما في دين ولا في مجتمع كرم المرأة كالدين الإسلامي ما في لو جينا نبدليك نتكلم في الثقافات القديمة اليونانية وعند الهلود وعند الأمريكان وعن غيره المرض عندهم لا تسوى شيء لكن المرأة في الإسلام مكرمة لأن المرأة أساس الأسرة ولأن المرأة هي التي تخرج الأجيال أديت مثال واحد على الطائر نمشي قدام الزبير بن العوام رضي الله عنه كان فارسا شجاعا ده رباه منه ربته مرأة صفية بنت عبد المنطلب رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشد عليه رضي الله عنه وبعد ذاك جوان إسوان قال لا يأخذتي الولد بتكرهي وبتبغضي والحاصل شنو بتشد عليه بالطريقة دي قالت لهم من قال أني أبقضه فقد كذب إني أريد أن يجب ويهذم الجيش ويأتي بالسلم وصدقت رضي الله عنها فكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يضع ولده عبد الله عبد الله بن الزبير في الفرس ويخش في الجيش ميتين واربعين ألف مقاتل يكتل بيجاي ويكتل بيجاي ويجي راجع وتاني يخش ويجي راجع دي المرأة دي المرأة في الإسلام شان العلمانين ما يلعبوا علينا وأي علماني يركز يجي خاش شجوه ندي شغل دا للكشف نظيف ما في أي لعب فدي المرأة في الإسلام المرأة في الجاهلية كان عندهم الراجل بيطلق إلى ما لا نهاية عليك الله شوف الموضوع شوف الظلم هنا كيف ذاته الدين دا محكم شان كذا ربنا جاب أحكام في القرآن كثيرة للمرأة صورة كاملة صورة النساء صورة الطلاق صورة مريم شغل نظيف فكان عندهم الطلاق إلى ما لا نهاية تجي تطلق المرة اللولة المرة الثانية الثالثة العاشرة كان عندهم العدة المرأة تكون في فترة العدة الرجل يجي طلق تمشي في العدة شهر شهرين يجي طلق تاني وتاني تستأنف العدة تبدأ من الأول إشاني حريمة من الزواج ربنا قال الطلاق مرتان شوف الإسلام فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان كرم شديد والمرأة مكرمة في الإسلام في القرآن ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا في البداية بدأ بالإناث هذا تكريم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكره البنات فإنهن المونسات القاليات وغير من الأدلة طيب المرأة عندها حقوق وعندها واجبات عشان نحن نتفق على الموضوع ده ذاته لا بد يكون عندنا مرجعية نتفق علينا كلها ونحن عندنا المرجعية الكتاب والسنة ليه؟ قل لكم نسألكم سؤال المرأة الخلق منه؟ الله عز وجل متفقين على الكلام ده وربنا خلق المرأة أوجب عليها واجبات وأدى حقوق موجودة في الكتاب والسنة بعد دفداء نحن تاني نجيب لينا أشياء من راسنا هل نحن حكمنا عليها أفضل من حكم الله عز وجل؟ ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما اتفقنا على النقطة دي إن مرجعيتنا في حقوق المرأة وفي الواجبات العليا الكتاب والسنة اتفقنا طيب أول حاجة في القرآن المرأ والراجل ما واحد ربنا قال وليس الذكروا كالأنثاء وأنا بأتعجب أسي عليك الله نحن محتاجين ليه دليل إنه المرأة والراجل ما واحد أسي لو جينا سألنا أي زول من الناس القاعدين ديل قلنا ليه إتا والمرأة واحد برضا في زول برضا يقول ليه إتا والمرأة واحد ما في زول برضا إلا يكون زول ما شاد يحيله فجماعة ديل يقول ليك المرأة والراجل واحد بنسألوا سؤال العلمانية الشعيين أسمعوا الكلام ده كويس المرأة بتحيب إتوا بتحيبه ده ما سؤال إنت لما تقول لي المرأة والراجل واحد ما بتقدر يا أخي تغارم بين المرأة والرجل يا أخي في الجسم ما واحد المرأة بتحمل بتحمل إنت يا علمانيين أنا كلامي ده طبعا ما لطلاب المحترمين الدائرين اللي يستفيدوا وعندونا الغيرة على الدين كل الناس القاعدين ديال بنعتبرهم كده جايين ينصروا الحق فبنزع السؤال هل الجماعة دلبي حملوا يا علماني قاعدت حمل قاعدت ترضيع فما ممكن تقول لي المرأة والراجل واحد يا أخي الشغل الذي ما بتجي فالمرأة والراجل ما واحد ربنا قال وليس ذكرك الأنثى عشان كده ربنا في الأحكام في أحكام متعلقة بالرجل والمرأة أحكام متعلقة بالرجل والمرأة زي التوحيد المرأة توحيد الله والراجل وحيد ربنا عز وجل أركان الإسلام أركان الإيمان بر الوالدين صلة الأرحام الحلال والحرام دا كله متعلق بالرجل والمرأة لكن ربنا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام وواجبات ليه؟ دا ما سؤال لأنه المرأة والراجل ما واحد المرأة فيها ضعف ماذا يا الرجل؟ والرجل بيقدر يتحمل عشان كده الأحكام المتعلقة بالرجل أشد من المرأة الرجل عليه السكنة وعليه النفقة وعليه الجهاد المرأة الكلام دا ما واجب عليه لأنها ضعيفة ومن هنا نجري مسألة الميراث جماعة بقول لك يا أخي ليه؟ للذكر مثل حظ الأنسيين دا قرآن ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين ونحن حكمنا الكتاب والسنة ما عندنا شي غير فليه ربنا أدى المرأة نص الراجل لأن الرجل عليه واجبات أكثر من المرأة واضرب لك مثال بسيط شغل مع عدل مع جوة ساكن لو جيد عندي عشر شوالات بتاعت أسمنتي أو عشرين شوال جبت لي عاملين قلت لهما نقول لي الأسمنتي دا في عربية جواحد شال تمنتاشر شوال رفع في العربية وجواحد تاني شال شوالين هل في الأجرة أنا بدي الشال التمنتاشر دا زي الشال اثنين لا لا يا أخوة أن الشغل دا عدل شغل دا عدل شان كذا ربنا قال للذكري مثل حظ الأنثيين ومن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على المرأة ربنا قال وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى المر مكان البيت طبعا العلمانين دايرين تفلسفوا قالوا يا أخي ما ممكن المجتمع دا داير شغل والمرأة نص المجتمع فالمرأة لو بيقت في البيت معناه المجتمع دا نص عاطل لا بد نحن نمرق المرأة عشان تشتغل عاطلتا المرأة ما عاطلة المرأة عندها شغل جو البيت عشان كذا ربنا قال لي وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى المرأة شغل في البيت التربية بتربي أنش ويتقال العلمانين دايرين مرقوا المرأة برأة ليه ما دايرين نجل طلعنا حساباتنا دايرين الأسرة تتفرتك لأن الدين بمرق من الأسرة من الأسرة دي بمرق الدين فالجماعة دايرين نحن مرق المرأة برأة ويا أخي حسابات يا أخي أسأل لو عندي شغل عندي عاملين واحد خاتفي المخزن والتاني خاتفي محل المبيعات أجيك من شغل تجاري كذا أنا ممكن أسوق بتاع المخزن أخدت في المبيعات وخلي المخزن فاضي لا 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 ما تجوت علينا شغلتنا المرأة شغالة جوه البيت شغل صح والمرأة عكاز البيت جوه البيت دا العكاز المرأة ما الراجل الراجل بمرق الصباح بيشي بيشتغل مرأة بتربي الأولاد بتنظم البيت الراجل بيجي تعبان بيجي بلقى البيت مهيئة وقدر إن دا شغل إن دي فقال لك إن المرأة تمرق تشتغل أما الشغل بتاع المرأة نحن ما بنقول إن المرأة ما تشتغل المرأة لو عندها زول قائم عليها وكافيها المؤونة تقعد في بيتها المرأة محتاجة دار تشتغل في حوجة تعمل شنو؟ تشتغل شغل يليق بالنساء تكون محتشمة ما تشتغل في محل فوق واختلاط بين الرجال والنساء وغيره لكن يا أخي ما معقولة بس حزابات كده مرتين تشتغل مكانيكية في السوق تفيك العجل تقول لا فكي الصامولة دي نزل الجربوس يا أخي إن المرأة في البيت أكان عندها دوة بس دار تدي شافع العلماني دل طبعا العرز دا ما عندهم معه شغلة نحن والله ناس مزولين عندنا نسوان عندنا شفع بامرض وكلام زيدة مرات تجيب لك فتيل الدوة غالبة تفتحه تقول لك يا أخي هات أفتح لي الفتيل بتاع الدوة دا غالبني أنا أفتحه دي تمشي تشتغل زي الرجال تشغل دي جاي تساكت دار يجوط علينا الموضوع فجمات تشتغل دي جوط بتعد علمانين ساكت يا أخي المرأة في الإسلام مكرمة وشايل حقوق صح بعدين يجي يقول لك يا مولانا المرأة مظلومة يا أخي لو جيت للحقوق بتلقى الأعباء على الرجل ما على المرأة أنا أجل دائرين المرأة تمرو كبر بس عنده مغرات تانية الأعباء على الرجل ما على المرأة فلما نجابوا الاتفاقية بتاعاتهم بتاع السيداو قالوا دائريني ساو بين الرجل والمرأة غالبة لأنه ما ممكن الشغل دي ما ابتجي لما نجو قالوا لابد اعملوا للمرأة حاجات ضافية شنو الحاجات الإضافية دي قالوا الدوة إجازة للحيط وإجازة للولادة وإجازة للرضاع أها ما قبل قلنا الكلام قلنا لك الراجل والمرأة ما واحد ومن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على المرأة مسألة الحجاب ربنا قال قل يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله قفورا رحيما وكان الله قفورا رحيما دي مسألة الحجاب ربنا أوجب على المرأة العلمانين الكلامنا ما بفع معهم دائرين المرأة تمرق متبرجة دائرينها تمرق متبرجة ليه؟ دائرين يشبعوا رغباته في المرأة وبعد ذلك لين إحنا المرأة زادة تتحجب ليش نو؟ إشان تكون حافظة نفسة ومستورة وما تتعرض للإختصاب وما تتعرض للتحرش والأشياء زي دي ولو جئنا للإحصائيات بتلقى إنه النسوان في أمريكا أو في الدول المنحلة نسبة الإختصاب عندهم عالية جدا نسبة كبيرة شديد ليش نو؟ لأنهم ماشي نساء عشان كده ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله قفورا رحيما وجزاكم الله خير أقدم الأخ عبود